جهود كبيرة بتقوم بها مصر على كل المستويات الحية رسمية، الشعبية، المجتمعية الهدف من ده هو وقف العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتخفيف أثار الاعتداءات اللي بتعرض لها أهلنا في فلسطين مبارح انطلقت القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي وحياة كريمة هذه القوافل بتضم حوالي 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية فيها ألف طن من المواد الغذائية واللحوم 40 ألف بطنية بجانب طبع ما يزيد عن 50 ألف قطع من الملابس وأكتر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية وده لدعم الأشقاء في فلسطين طبعا لتخفيف التأثير من أعمال العنف اللي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة طبعا ده في الوقت اللي أطلقت فيه كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار قطر الدماء تساوي حياة وتبعنا طبعا مع حضراتكم أيضا حملات التبرع الموجودة في كل المحافظات في القاهرة المنوفية الشرقية لؤسر أسوان والمينيا كل المحافظات تقريبا بتشارك في الحملة من خلال كيانات التحالف الوطني لدعم أهلين في فلسطين وتخفيف حدة أحداث العنف اللي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين دي طبعا مش أول مرة يتم فيها توجيه دعم إنساني ضخم للأشقاء في القطاع غزة قبل كده في إحداث 21 قدمت الدولة المصرية العديد من القوافل الإغاسية والإنسانية والأدوية كمان المواد الغذائية للشعب الفلسطيني ده طبعا غير المبادرة الرئاسية لإعادة الإعمار بتخصيص 500 مليون دولار هدفهم طبعا إعادة الإعمار بعد الاعتداء اللي حصل فيه 2021 بالتأكيد كلنا متابعين لدعم الأشقاء الدعم المصري للأشقاء في فلسطين من خلال موقف مصري ثابت لدوافع الإنسانية والقومية والعربية وبإذن الله يعني تنتهي هذه الأحداث في أسرع وقت ويرجع مرة أخرى لاستقرار في الدولة الفلسطينية صبح لحضراتكم مرة تانية صباح الخير عليكم صباح الخير يا مصر